التاريخ قبل واقعة الطاف انحدر انحدارا كبيرا وهو الذي دعا الإمام الحسين عليه السلام إلى القيام بهذه الثورة يقولون أنه في الرواية أنه جاءوا إلى يزيد وكان يسمي نفسه بأمير المؤمنين أو خليفة المسلمين يقولون يأذن أذان الفجر أو أذان في أي أذان للصلاة يجي واحد يقول له يا أمير قم وصلي بنا الجماعة شنو كان رد يزيد يقول له دعي المساجد للعباد تسكنها وقف على دكة الخمار وسقينا ما قال ربك ويل للذي شربوا بل قال ويل للمصلينة إذن إذا بقي الحال على ما جاء به يزيد وآباء يزيد وأبناء يزيد محتمل اليوم حتى صلامه حتى القبل من عند الهوي لذلك الإمام الحسين عليه السلام خروجه يقول لطلب الإصلاح جنابك تعرفين كل شيء لما نقول إصلاح إذن أكوي سبقه فساد إذن الإمام الحسين أراد أن يصلح ما أفسده وغيره فبالنتيجة الحركة الإصلاحية إحنا اليوم لما نزور الإمام الحسين نقول له أشهد أنك قد أقمت مو معناة أقمت الصلاة يعني أنت صلي هو الإمام الحسين ما كدعي أنا وغيري نشهد أنه الإمام لا لا أقمت الصلاة يعني أرجعت الصلاة إلى ما كانت في عهدي رسول الله وأمير المؤمنين عليه الصلاة موسيقى